ترجمة نانسي قنقر خصوصا إذا علمنا بأن الانتخابات في 2018 حقيقة كانت نسبة 67% اليوم حققنا 73% هذه مشاركة كبيرة من شعب البحرين الكريم ونهدي هذه النسبة إلى عظمة جلالة الملك حقيقة وسمو رئيس الوزراء الموقر ونهدي لشعب البحرين الكريم نعم مملكة البحرين قامت بتجهيز مركز أرض المعارض وتخصيصه لاستقبال الناخبين المصابين بفيروس كورونا وهذا في حد ذاته اهتمام بالمواطن وكذلك لتيسير العملية الانتخابية كيف تقرأ هذا الموضوع؟ هو من محاصن الصدف أنه كان دوري الرقابي في مركز المعارض كنت متواجد حقيقة من الساعة السابعة إلى ما شاء الله انتهت الانتخابات المركز مجهز حقيقة بتجهيز عالي التقنية بالممرضين والممرضات وعيادتين أطباء عيادة للنساء وعيادة للرجال وكانوا حقيقة المصابين بالكورونا يحضرون بكل أريحية وهم ماخذين الالتزامات الاحتياطية بدخول المركز من بدء التسجيل إلى ذهاب الإدلاء بصوته وأخذ الورقة والإدلاء بها حقيقة مركز المعارض بالنسبة للمصابين بالكورونا في مملكة البحرين مركز نفتخر بجميعا لأن عالي التقنية ومستوى عالي في تقديم هذه الخدمة وهذا معيار أعتقد أحد المعايير التي تضاف إلى المعيار الدولي بالنسبة إلى نزاهة وحرية الانتخابات في العالم هو تجهيز مثل هذه المراكز عالية التقنية في مملكة البحرين نعم ننتقل إلى دور الشباب في العملية الانتخابية طبعا شهدنا مشاركة أكثر من 14 ألف شاب في هذه العملية كيف تنظر إلى هذه المشاركة؟ هو ما شاء الله يعني شباب مملكة البحرين كما عهدنا دائما يشارك بفعالية في كافة الفعاليات من ضمنها الانتخابات كان ولازال يعني وحتى من ليس لهم الحق من لم يبلغ العشرين سنة حقيقة أيضا يحاول أن يعني مو تحت سن الطفولة لأن الطفل ممنوع من المشاركة في العمل السياسي 18 سنة فأقل ولكن بالنسبة إلى الشباب في مملكة البحرين شاركوا بفعالية حقيقة سواء كان في جذب الناس إلى التصويت أو المشاركة بكافة الفعاليات الانتخابية في مملكة البحرين وهذا شيء مشرف ويعني دائما نفتخر فيه نعم توقعاتكم للإعادة أو للانتخابات القادمة السبت القادم ماذا تتوقعون؟ والله أنا أدعو كل شعب البحرين بذات الهمة وذات القوة إنما كان أزيد منها بتحقيق نسبة 73 أن يحققون أعلى من هذه النسبة نقول حكي شعب البحرين أنتوا حققتوا مشاركة في انتخابات 2018 67% اليوم حققتوا 73% وإن شاء الله في الإعادة بكل همة يعني هذه الخوف من أن يصير فيه يقول أنا صوت فلا داعي أن تروح وتصوت في الدوائر التي لم تحسم بلديا ونيابيا ويشاركون ويكون بذات القوة لأنه سيعكس مسألة إيجابية على مستوى الانتخاب والتصويت في مملكة البحرين نعم المستشار المحامي فريد غازي شكرا جزيلا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك